السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المسالين أيزائي ما أحببكم معايا في حصة جديدة حصة تقويم التعلمات ودعمها وتنميتها صفحة 30 وصفحة 31 من قراسة فضاء النشاط العلمي تقويم التعلمات للوحدة الثانية من هذه القراسة نبدأ على بركة الله السؤال الأول أربط بخط الحركة الرياضية بالبطاقة المناسبة لها كما تلاحظون تقوم هذه الطفلة بحركة القفز إذن سوف نقوم بإيصالها لخانة القفز هذه الطفلة تمشي إذن المشي وهذا الطفل يقوم بالسباح إذن سنصله إلى خانة السباحة هذا الطفل يجري إذن الجري أربط بخط رقم المفصل بالبطاقة المناسبة له الكتف إذن البطاقة رقم أربعة هذه بطاقة الكتف كل هذا رأيناه في الحصة السابقة الكتف هذه بطاقة أو رقم المعسم المرفق مفصل المرفق إذن سوف نصل البطاقة إلى المرفق وهذا مفصل الرقبة رقم ستة مفصل الرقبة أعيد أربعة مفصل الكتف أثنان مفصل المرفق ستة مفصل الرقبة بالنسبة للكاحل فهو البطاقة رقم ثلاثة ثلاثة هي مفصل الكاحل الورك البطاقة رقم خمسة والمعسم البطاقة رقم واحد أعيد الكتف بطاقة رقم أربعة المرفق البطاقة رقم اثنان الرقبة البطاقة رقم ستة هنا الكاحل البطاقة رقم ثلاثة الورك البطاقة رقم خمسة والمعسم البطاقة رقم واحد ثم لقم ثلاثة أجيب بصاد صحيح أو خطأ يستطيع العيش الإنسان العيش بدون هواء هل نستطيع العيش بدون هواء أكيد خطأ إذن سنكتب خ خطأ أتنفس أثناء النوم صحيح أتنفس أثناء النوم صاد ينخفض حجم صدري أثناء الشهيق أثناء الشهيق يرتفع حجم صدري ولا ينخفض ينخفض أثناء الزفير إذن خ خطأ أثناء الشهيق يرتفع ولا ينخفض إذن خطأ أتنفس بسرعة عندما أجري صحيح صاد أستطيع التنفس من فمي صحيح أستطيع التنفس من فمي صحيح يكبر محيط صدري أثناء الزفير لا خطأ لأن أثناء الزفير ينخفض محيط صدري خطأ السؤال الرقم 4 حضرت أمي حساء بالمكونات الأتالية طماطم دجاج جزر ملح سمن بلدي بطاطس وماء أضع خطا أحمر تحت المكونات ذات أصل حيواني وخط أخضر تحت المكونات ذات أصل نباتي إذن خط أحمر تحت المكونات ذات أصل حيواني الطماطم ليست مكونات ذات أصل حيواني الدجاج نعم مصدر حيواني من الدجاج الجزر لا المنح لا السمن البلدي يستخرج من الحليب والحليب تعطيه لنا البقرة إذن نعم مصدر حيواني السمن البلدي مصدر حيواني البطاطس لا والماء لا ننتقل إلى المكونات من أصل نباتي نضع خطا أخضرا تحتها الطماطم أصلها نباتي الجزر أصله نباتي الملح يستخرج من ماء البحر البطاطس أصلها نباتي والماء مصدره مادني الماء الماء مصدره مادني الصفحة الموالية استثمر باعتماد خطوات نهج تقصي أصله بخط الأطراف المستعملة في حركة الصلاة عند التكبير عندما نقول الله أكبر طرفايا العلويان أم طرفايا السفليان عند التكبير نستعمل طرفايا العلويان عند الوقوف في الصلاة فإننا نستعمل طرفايا السفليان عند السجود عند السجود نستعمل الطرفان السفليان والطرفان العلويان معا وعند الرقوع عند الرقوع أيضا نستعمل الطرفان العلويان والطرفان السفليان معا أيضا عند الرقوع نستعملهما معا أملأ بالكلمات المناسبة أثناء الحركات المكلمات المناسبة هي نبض أتنفس والحركات إذن أثناء الحركات الرياضية رياضية أتنفس بسرعة ويزداد نبض قلبي إذن أثناء الحركات الرياضية أتنفس بسرعة ويزداد نبض قلبي ننتقل إلى السؤال رقم ثلاثة في هذه الصفحة أشطب ما لا يفيد جسمي عندي هنا فواكه متنوعة الفواكه مهمة جدا لجسم الإنسان الماء مفيد جدا لجسم الإنسان المشروبات الغازية ليس لها أي فائدة لجسم الإنسان المرتدلة التي نسمى المرتدلة أو على أين غير مفيدة أيضا غير مفيدة اللحم اللحم مفيد لجسم الإنسان الحلويات بشتى أنواعها غير مفيدة لجسم الإنسان والطمر مفيد جدا لجسم الإنسان أبحث كيف أتناولها طازجة أو مطبوخة كيف أتناولها طازجة أو مطبوخة بالنسبة للليمون نأكله أو نتناوله طازجا الزيتون طازجا أيضا البطاطس نتناولها مطبوخة البطاطس مطبوخة البدنجان مطبوخ بالنسبة للفاصول نتناولها مطبوخة السمك مطبوخ الثوم أيضا مطبوخ بالنسبة للبطاط نتناولها أيضا مطبوخا بالنسبة للقرع الأحمر أيضا مطبوخا إذن بالنسبة للبرتقال والزيتون نتناوله طازجا بالنسبة للبطاطس بذنجان السمك الفاصرية الثوم البصل والقرع الأحمر نتناول هذه الخضر والسمك مطبوخا إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو اليوم أضرب لكم موعدا فيديو قادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر